جولة أخرى حول الذكاء الاصطناعي لكن هذه المرة من العاصمة العراقية بغداد من العراق نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والمتغيرات الحاصلة في الآونة الأخيرة مثل ما ذكرت وحضاراتكم في كل دولة إن كان على صعيد مصر أو الأردن وفلسطين وباقي البلدان العربية تختلف قضية الذكاء الاصطناعي لكن هي الحلول واحدة الإيجابيات واحدة السلبيات واحدة في كل بلدان العربية سيكون ضيف عزيز في هذه الحلقة من العراق الدكتور صفد الشمري مسؤول الإعلام الرقمي في جامعة بغداد حياك الله دكتور ومنورنا في برنامجنا العربي بيت للكل حياك الله صلى الله عليه وسلم وحيا جمهورك الكريم دكتور نتحدث في الآونة الأخيرة الذكاء الاصطناعي وما يحدث في الوطن العربي بصورة عامة رؤيتك إيجابية أو سلبية بالمشهد بصورة مباشرة من حيث نتائج استخدامات الذكاء الاصطناعي يفترض أن تكون الرؤية إيجابية لكن لدينا حالة فريدة في العراق تختلف عن كل البلدان العربية الذكاء الاصطناعي بالتحديد وكل استخدامات هذا الذكاء المشكلة أنه لا توجد هناك حد الآن قناعات حقيقية لدى الجهات التنفيذية بالضرورة الوقوف وقفة حقيقية بوجه تلك الاستخدامات السلبية الذكاء الاصطناعي موجود بشكل كبير في العراق لكن مثلا حينما تقول لي من الذي يتعامل مع تقاناة الذكاء الاصطناعي يتعامل معه القطاع الخاص يتعامل معه الأشخاص لكن اليوم الدولة بحاجة إلى انتباهها بهذا الموضوع بحاجة إلى أن تكون مؤسسات الدولة بشكل عام على وقفة جادة في قضية أولا تنظيم استخدامات هذا الذكاء إيجاد تشريعات تتعلق ببناء الفضاء الرقمي بالعراق وكل ما يتعلق بمعطيات هذا الفضاء بالإضافة إلى موضوع أنه توزيع المهام في استخدامات ذكاء الصناعي ومن المسؤول عن هذا الاستخدام من المسؤول عن هذا التوجيه الحالة العراقية حالة فريدة في كل النواحي يعني اليوم مثلا معظم التجارب التي أجريت على الذكاء الصناعي حصلت الأغلب منها في العراق يعني خصوصا حينما تتحدث عن استخدامات العسكرية ومعظم التجارب مثلا من خلال عمليات عسكرية حصلت في العراق هذا الكلام من 90 إلى حد هذا اليوم الذي نتحدث به يعني مثلا على صعيد التزييف الرقمي التزييف الرقمي الذي هو من أبرز استخدامات الذكاء الصناعي نرى التزييف الرقمي يعني ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عنه بشكل رسمي في عام 2017 أكبر حالة تزييف رقمي استهدف المجتمعات العربية حصلت في عام 2018 من خلال مرشحة العراقية في العراق دكتور يعني حضرتك اللي تذكر يمكن في الماضي كنا نبحث عن أشياء بها ذكاء الصناعي في كل مؤسساتنا الحكومية حتى عن طريق تقليل الوقت تقليل الزخم اللي حاصل خاصة في المؤسسات اللي تكون بها مراجعات للمواطن العراقي في المؤسسات المعنية دائما نعرف لظام ركان ورقي نعم ونذهب في حين آخر نقول باقي البلدان عندها طرق تكنولوجية حديثة نحن نعرف الذكاء الصناعي هي أي وسيلة تساعد الإنسان بتدخل برمجيات معينة بقضاء حاجة معينة أو إنجاز عمل معين لكن اليوم أتحدث حضرتك ذكرت سلبيات كثيرة لاحظنا اليوم أصوات مطربين تغيرت أصوات شخص يركبوها على شخص آخر وتنزل في مواقع وخاصة مواقع تيك توك وغيرها هذه المشكلات اليوم ممكن تحدث كارثة لو استخدمت في مسار آخر بعيد عن الغناء هو هذه المشكلة يعني أنت اليوم أي محتوى ممكن أن يوظف توظيف اجتماعي توظيف سياسي توظيف دعاي وخصوصا مع حينما تقبل مثلا أنت على استحقاق اليوم أنت على استحقاق وطني الانتخابات مجلس المحافظات بعد شهرين والمعلوم أي استحقاقات وطنية أي استحقاقات سياسية أي استحقاقات بالنسبة للبلدان قد تحصل فيها اختراقات قد تحصل بها استهدافات ولهذا نحن ننبه أن اليوم الذكاء للصناعي بات من أبرز الأدوات التي تستخدم في قضية مثل هكذا أمور فبالتالي على المسؤول العراقي على القائم على القرار العراقي علينا أن يتنبه إلى خطورة هذا الموضوع والذي ظهر بصوت مطرب نحن نقول رضاية الله علي بالعراق مجالس التعبير لكن حينما يظهر مثلا برجل دين شخصية سياسية شخصية عامة مؤثرة وخاصة لو كانت هناك أزمات سياسية في البلد قد توظف يعني خصوصا أنت البيئة العراقية هي بيئة جاذبة يعني خلنا نكون صريحين جاذبة للأزمات نعم أن معظم الأزمات تنتهي والحمد لله ممكن السيطرة عليها دكتور هذا؟ هو على مستوى العالم لا وجود للسيطرة بشكل كامل على المجال الفضاء الرقمي نعم السيطرة تتفاوت المصدات تتفاوت يعني مثلا موضوع الاختراقات والتكير الذي يحصل اليوم مثلا تنشغل وسائل الإعلام العربية بشكل عام أنه لماذا يتكرر الاختراق في العراق نعم هو الاختراق موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا في مصر في كل بلدان العالم في إيران في سوريا في السعودية موجود هذا الاختراق لكن أنه المشكلة بالتكرار هذا الاختراق هذا يعني أنه لا وجود المصدات وبالتالي هذه المصدات تكون من خلال أيش من خلال أن يكون هناك في العراق المجلس العراقي للأمن السبراني ومفضل أن يكون هناك مجلس أعلى بصلاحيات عالية ينظم هذا الفضاء ينظم هذا المجال يعني هل نعلم أنه اليوم العراق لحد هذا اليوم ونحن ندخل في عام 2024 لا توجد لدينا تشريعات خاصة بالمجال الرقمي يعني اليوم كل التشريعات التي تم التعامل بها من خلال التكييف الابتزاج الإلكتروني جريمة الإلكتروني وغسيل الإلكتروني كل هذه التفاصيل اليوم كل هذه الجرامي التي تحصل في المجال الإلكتروني حتى المخدرات الإلكترونية تعالج في العراق على وفق التكييف على وفق الجوانب المادية لكن هناك هوة كبيرة تحصل لأن تعرف حضرتك معطيات الجريمة التي تصير في الفضاء الاعتيادية غير الفضاء يعني قدرة الانتحال والتحائل وهذه التفاصيل كلها التي تصبح مرونة جالس التعبير للمجرم أنه يتعامل هذا يتطلب بأن يكون هناك تشريع مشكلة التشريع بالعراق يعني هو يأتي أنه لأن هناك دائما تأتينا أصوات معارضة لمثل هكذا التنظيم يعني تتحدث أنه مثلا أنه قد تواجه الحريات الرقمية بهذا التشريع لكن من تجي أنه ماكو دولة بالعالم اليوم من غير ضابط قانوني يتعلق بالمجال دكتور بهذا الخصوص الذي حضرتك تتحدث به اليوم تخليني في تساؤل نحن اليوم أخذناه من جانب تحدثنا بمخاوف كبيرة بنتاجاتها ممكن تكون سلبية على زعزعة أمن البلد وإثارة مشكلة معينة في منطقة معينة أو في فسحة لقوها في قضية ترشيح قلتنا لدينا انتخابات مقبلين عليها كل البلدان العربية اليوم تفكر بنفس التفكير ممكن اختراق الذكاء الاصطناعي وتوجيهها بطرق سلبية تكون هي سلاح أخطر من سلاح المدافع والمندقية اليوم موضوع اختراق الذكاء الاصطناعي من الأفكار التي بدأت تطرح بشكل عام بين الباحثين بين المختصين يعني الذكاء الاصطناعي بصرف النظر عن السلبيات اليوم الدول العربية كلها من خلال بحثنا من خلال دراساتنا هناك تشريعات تنظم هذا الموضوع هناك تشريعات فقط لا تلاحق الجريمة وإنما تشريعات تنظم أي شخص ممكن أن يتهاون في عمل الرقمي من خلال كونه مدير عام ومن خلال كونه وزير فبالتالي فرق بين الدول العربية بشكل عام أنه لا وجود للتشريعات التي تلك التي أوجدتها الدول العربية لا وجود لمجالس عليا للأمن السبراني معظم الدول العربية فيها موجودة مثل هكذا مدارس أو مثل هكذا مؤسسات كل هذه جعلت هو بين الجانب العربي ما يتعلق مثلا أين العراق من الذكاء الاصطناعي أين العراق من الفضاء الرقمي الدول العربية بشكل عام نشطت في هذا الاتجاه لكن بالمقابلة تقول لي مثلا هل توجد مهارات موجودة في العراق هل توجد هناك كفاءات عراقية للتعامل مع هذا الموضوع توجد كفاءات هل توجد هناك خدمات رقمية بالعراق تتعاطى مع الذكاء الاصطناعي توجد مثل هكذا لكن نحن اليوم نبحث عن مصدات نبحث عن تأمينات نبحث عن ضوابط نبحث عن لوازن لضبط إيقاء إنجاز التعبير الذكاء الاصطناعي و كل الفضاء الرقمي في العراق نعم دكتور من المعني بقضية وضع هذه المصادات التي تذكرها هي مسئولية تضامنية هذه المسئولية تضامنية بين كل المؤسسات التشريعية يعني اليوم حينما نتحدث عن تشريع فإذا نتحدث عن دور مجلس النواع طبعا حينما نتحدث عن تنظيم رقمي فإنما نتحدث عن هيئة الإعلام والتصالات عن وزاعة الاتصالات لكن حينما نتحدث عن جودة إنترنت بوابة نفاذ هذا شغل من؟ شغل وزارك الاتصالات لكن حينما تحدث عن محتوى و عن تطبيقات رقمية هذا المفروض تكون من اختصاصها يتعلم المصالح مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت في كل العالم و ليس فقط في الوطن العربي أنا و حضرتك ممكن أن نستخدمها بطريقة إيجابية للمجتمع بها فائدة و بها مقاطع إيجابية و البعض يستخدمها بترويج مقاطع سلبية إساءة و إسفاف و أفساد الذاقة العامة نفس موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم الذي حاصل في كل البلدان العربية نتحدث اليوم ما هي الإضاءات التي موجودة في الذكاء الاصطناعي التي تشاهدها اليوم في الوطن العربي بشكل عام هو الذكاء الاصطناعي هو مستخدم ضمن وسائط التواصل الاجتماعي ضمن أدوات كل الوسائط الرقمية يعني هناك إنجاز التعبير مسارا لإستخدام الذكاء الاصطناعي هناك أنت تستخدمه من حيث لا تدري يعني هذا الذكاء الاصطناعي موجود حينما مثلا تبحث سيرتش عن اسم مثلا أبحث عن اسم حضرتك أحمد شكري فمجرد أكتب أحمد ألف لامشينو تظهرني مجموعة هذه ذكاء الاصطناعي مجموعة مرشحات مجموعة اختراحات هذا هو ذكاء الاصطناعي وهناك أنه أنت توبف تطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي حتى تحقق أهداف عمل أنت تريدها للأسف عندنا بالعراق ما زالت هذه الاختصاصات يعني في محاور ضيق إنجاز التعبير في محاور الجامعات في بعض المؤسسات القطاع الخاص لكن حينما تأتي مثلا إلى وزارات الدولة والقطاع الحكومي ونجد أنها ما زالت الحد الآن بطيئة في هذا الاتجاه ربما هناك مثلا بوابة أور تابعة لأمان عام من الشراء التي هي تقريبا البوابة الوحيدة الإلكترونية بينك وبين المواطن وبين الحكومة والمواطن وهذا ما يدعونا أيضا لتجديد دعوتنا بضرورة أن تكون الجهود التي تتعلق بإنشاء الحكومة الإلكترونية في العراق جهود حقيقية اليوم حضرتك قلت ما نعرف بين هذه البيانات التي ممكن تطيها أنت الذكاء الاصطناعي نسأل عن هل بعض ممكن أن يستخدمها في رسالة الماجستير والدكتورة أو يستخدم هذا أنا أمطع عنوان معين يطيني متن كامل بكل تفصيلات التي موجودة من خلال رسالة الماجستير والدكتورة حتى ممكن يطيني المصادر هذا اليوم اشتغل عليه التشات جي بي تي وبذات التشات جي بي تي فور هذه التقنية التي انطلقت شهر العاشر العام الماضي وانتشرت بشكل كامل تقريبا شهر آذار في 2023 هذا يعتمد على ما يطلق عليه بالذكاء الصناعي التوليدي أي يولد شيء يعني يولد مفق المعطيات الموجودة عنده فبالتالي هذا الوجه صار تحديا بالنسبة للطالب والمؤسسات التعليمية بشكل عام لأن هذا الذكاء التوليدي من الممكن أنه ينشئ مثل ما حضرتك ذكرت رسالة مجرد أن تذكر أنت هذا العنوان فبالتالي يعطيك كل تفاصيلها كل متغيراتها يزودها إليك ويعطيك بحق ملكية خاص بك أنت يعني يعني لسه ترجع السرش بسرش ثاني على نفس الموقع لا ينطق نفس المعلومات لا ينطق نفس الموضوع لا ينطق نفس العنوان لماذا؟ لأنه مشكلة الذكاء الصناعي في استخدامات الجات شاركي بيتي وفي استخدامات التزييف العميق هذا يولد محتويات غير موجودة فبالتالي حينما تجي تقنيات الكشف تقنيات الكشف تعتمد على ماذا؟ تعتمد يا أما على ثغرة يا أما تعتمد على جينات رقمية حينما لا تجد أن هناك جينات رقمية من خلال دمج بالمحتوى آخر فبالتالي ما راح تقول لك؟ راح تقول لك أنه لا تتحقق راح تقول لك أن هذا النص أصلي فبالتالي أنت من تملك حق هذا النص فبالتالي اليوم الشات جي بي تي فور يمثل تحديا ليس فقط إلى موضوعة الباحثين ولا ساتة الجامعات بل حتى موضوعة الإبداع في مجال الشعر والغناء والقصة وفي كل المجالات ممكن أن الطيقة معينة يكتب لك عليها نص الشعر القصة التي تريد بأي شيء فبالتالي وصلت إلى مرحلة اليوم يعني هناك سؤال مثلا أنه هل ممكن الذكاء الصناعي أن يرسم الصورة التي ظهرت في حلمك يعني وصلت إلى هذه المرحلة لأنه تجي أنت وتتحدث للذكاء الصناعي عن مواصفات صورة معينة لحلم معين فبالتالي سيقدم لك هذه الصورة وهذا أيضا دخل عليما على موضوع التشكيليين والرسامين وكذا سيفقد قيمة مثل هكذا فبالتالي اليوم الذكاء الصناعي من حيث الجوانب السلبية هو لا يهدد إعلام ملطق ولا يهدد كل فنون الإبداع يعني اليوم من قلنا مثلا أنه الإبداع يبقى هو ملكة الفرد الشخصية فبالتالي اليوم الذكاء الصناعي بدأ يشتغل على هذا الاتجاه يولد نصوص مثل ما قلنا يعني ممكن أنه مثلا عن حضرتك مثلا أستاذ أحمد فبالتالي مثلا أنا مثلا أسوي كتاب خاص عن سيرتك المهنية سيرتك الإعلامية وأطلب من خلال هذا الشات جي بي تي فور هذا الموضوع رح يبحتل كل تفاصيل حياتك ويقدم ليها بصيغة مؤلف محررة ومقدمة بشكل منمق وبالتالي يقدم هذا الكتاب للمطبع خلال 24 سنة دكتور صفد الشمر أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بغداد طبعا نتمنى أن نحتاج حلقات أكثر وأطول حتى نتشعب بهذه القضية المهمة وهو التكنولوجيا الحاصلة في الآونة الأخيرة وكل متغيرات الوطن العربي وليس العراق ونتمنى أن تخف هذه المحاذير مثل ما حضرتك ذكرت بأنها تقتل الإبداع لدى أي إنسان ممكن تأخذهم الرسام والكاتب والروائي والشاعر والمخرج والسيناريست وكل مجالات الإبداع في أينما كانت وأينما تواجدت شكرا تواجدك في برنامجنا العربي بيت للكل وكل ما خير تحب توجهها شكرا جزيلا لهذه الفرصة بأن نتحدث إلى جمهورنا الذي اشتغنا للتواصل مع جمهورنا العربي جمهورنا العربي الأصيل وشكرا لبرنامجكم وشكرا لكل ما تقدموه لما فيه من منفعة للبلاد والعباد شكرا لك دكتور